عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل علينا يا أعرابي والأعراب طبعهم غريز بيتكلموا في سورة خشنة فقال أين ابن عبد المطالب؟ أين ابن عبد المطالب؟ قالوا هذا هو الأبيض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مش رائب بحمرة كان إذا تبسم وجهه كفلقة القمر هذا هو الأبيض قال يا محمد ذا بيكلم سيدنا رسول الله قال قد أجبتك قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة قال سلما بدلك قال يا محمد من الذي رفع السماء؟ قال الله قال ومن الذي بسط الأرض؟ قال الله قال ومن الذي نصب الجبال؟ قال الله قال أسألك يا محمد بالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض الله أرسلك إلينا رسولا الله أرسلك إلينا رسولا فحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فتربع وقال اللهم نعم قال أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم الله أمرك بالزكاة؟ أمرك بالصيام؟ أمرك بالحج؟ قال اللهم نعم قال أشهد أن لا إله إلا أن الله وأنك رسول الله والله لا أزيد على ما سمعت ولم أنقص أنا مش هزود ركع زيادة ولا أصوم يوم زيادة وفي نفس الوقت مش هفود فرد ثم ولأ مشي فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة اللي عايز يشوف واحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وفي رواية أفلح إن صدق وفي رواية أفلح وأبيه إن صدق ليه؟ ليه هو من أهل الجنة؟ إلا عمله ده بيقول أنه مش هزود ركع زيادة سأل إزاي يخش الجنة فلما سأل علم فلما علم عمل بما علم ووافق علمه عمله وعمله علمه فدخل الجنة هو ذا اللي أنا عايزه منك تسأل إزاي يخش الجنة ما تتحركش من السؤال ضاع العلم بين الكبر والحياء إياك إنك تتحرك إنك تسأل إزاي توضى؟ إزاي صلي؟ لأنك هتسأل كده كده هتسأل أبو الدرداء واحد من الصحابة كان يقول والله إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فأقول علمت فلن تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها فتسألني الآمرة هل اقتمرت؟ وتسألني الزاجرة هل ازدجرت؟ فاللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك